السلام عليكم و اهلا بك في درس جديد من دروس البي اينس بيت سفاي موضوع النهارده موضوع مهم جدا وحيوي جدا وضروري جدا مش هتقدر تعمل جملة كويسة و جملة بقى تنتمي للجمل في المستوى المتقدم وهو مستوى البي اينس بيت سفاي الا لما تجيده صح هو موضوع الريلاتيف زتس دي يعني ايه يعني الجمل الموصوله اللي هي منستخدمه في اللغة العربية الفصحى الذي التي لذان الطبعا في العلمانية مفيش مثنه الذين التي اللي هو انت بتقولها بالعربي اللي او باللبناني والشمية اللي وهكذا الجمل الريلاتيف زتس دي نستخدمه امتى اما بتحب نختصر الراجل ماشي في الشارع الراجل شايل شنطه الراجل اللي ماشي في الشارع شاشة مش عود اقول الراجل مرتين مثلا ايه هي بقى الضمائر يعني نحن في اللغة العربية اسمها الذي التي في الانجليز يمكن نقول ذات ذوث في العلمين ايه ايه اسمهم الريلاتيف برونومن عندنا في النومنتيف نفس الادوات وفي الاكيزاتيف نفس الادوات اللي انت تعلمتها في الداتيف هتبقى برضو نفسها بس في الدين والإن في الجامع بنخليها دينين وفي الجينيتيف بنقول لدي الماسكولين اللي هو دير والدس والدير والدير اللي انت تعلمتهم هيبقوا ايه؟ هيبقوا ديرن ماشي؟ طيب خلينا كده ناخد بايشبيل دلوقت انا هتناول معك في الفيديو ده الريلاتيف برونومن مع النومنتيف ومع الاخوزاتيف نروح كده ونشوف النومنتيف اهو بصي سيدي بصي سيدي عملت انا هنا ايه؟ دي كلمة اصيل انا عاوز اعوض عنها ودي كلمة في النومنتيف اللي هو خاطب خالتي يبقى انا عملت كومة وبجيب الدير هذا هو الرجل اللي الذي لازم تخلي بالك ان جملة الريلاتيف ساتس هي جملة ايه؟ هي جملة اه نيبن ساتس يعني الفعل فيها بيجي فين في الاخر طيب ديزيس ميتشن زير جوت مالت مشتم مالرن هازي الفتاة اللي التي بترسم كويس جدا ديز ميتشن وميتشن دي ادتا دس يبقى هنا تبقى ايه؟ وهي هنا فاعل الجملة فاعل يعني هيبقى نومنتيف يبقى ديزيس ميتشن دس زير جوت مالت مشتم مالرن مادن البنت اللي بتلون كويس جدا عايزة تكون ايه رسامة دير سبورتلا دير فيل ترينيت ويرت دي ميدالي يجي فينن الرياضي اللي بتضرب كتير ويرت دي ميدالي يجي فينن ما اشي انتهى الهو رقاتي غملة دي اصلا دير سبورتلا ترينيت فيل سبورتلا ترينيت فيل دي الجملة الاولى دير سبورتلا فيل دي ميدالي يجي فينن انت بقى مش عايز تكرر فعش كده بتستعد عنه الضمير الضمير ده هنا ايه في الحالة النومنتيف اسمه ايه؟ دير ماشي كمل كده خلينا نروح نشوف الريلاتيف زيتسة في حالة الأكوزاتيف اهو هيرمان هسة هات داس بوخ كيشريبن هيرمان هسة ده شاعر كبير هلماني كتب الكتاب ده هات داس بوخ كيشريبن شليزت سورتسايت فيه ار هنا نقصة شليزت سورتسايت داس بوخ انا بقرأ الكتاب في الوقت الحالي البوخ هنا واقع في الجملة ايه؟ اكوزاتيف وزي ما قلت لك اكوزاتيف بنعاوض عنه ارجع شوف الجدول ماشي اهو بنعاوض عنه اكوزاتيف بايه؟ دين دي داس دي هنرجع ونشوف يبقى اهو هيرمان هسة هات داس بوخ جشريبن كما داس ايشت سورتسايت ليزر هيرمان هسة كتب الكتاب الذي اقرأه في الوقت الحالي داس ايشت سورتسايت ليزر ماشي سهلة و بسيطة جدا طب عندي هنا اهو مين اوبا ايش افت بيزوخ وونت ان درسدن جدي اللي انا بزوره كتير افت يسكن في مدينة درسدن يبقى هنا الاوبا واقع لي فعل فعله لا مش هو اللي بتزار يبقى انا هقول مين اوبا دين ايش بيزوخ وونت ان درسدن جدي اللي انا بزوره كتير من درسدن در فيلم كتير جزين هات الفيلم الذي قامت كتير بمشاهدته كان ممل جدا در فيلم دين كتير جزين هات كان ممل جدا داس اس دي بلوز دي بلاو بلوز دي اللي هي البلوز الزرقاء دي ايش جستان جيكاوفت هابر التي اشتريتوها امس وهكذا الموضوع سهل جدا يا جماعة اتمنى ان انت تتضرب عليه طبعا انا جايب لك ان مرجع نتناول مع بعض الداتيف والجينيتيف بس انا طبعا في نفس الملزمة دي جايب لك هنا تدريبات كتير جدا يعني حوالي سبع صفح اشتغل عليهم وان شاء الله هتلاقي الموضوع ده بالنسبية لك سهل جدا شكرا وشوك ان شاء الله في جزء تاني من رلاتيف زبصر